موسيقى برحبا حضراتكم مرة تانية ولسا مكملين مع بعض برنامج من جيل الى جيل وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن السيرة العطرة للبابا أسناسيو ستالة رقم ستة وسبعين وقصص وحكايات ولست بس في البداية برجع مرة تانية وبرحب بأدس أبونا يوسف تدرس يوسف الحومي أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات وعضو لجنة التاريخ الإبتي وعضو لجنة العلمية الاستشارية للمكتبة الإسكندرية برحب بك مرة تانية أهلا بحضراتكم والسادة المشاهدين أبونا هنذكر الناس سريعا بقصة البابا أسناسيوس البداية كانت صعبة زي ما احنا قلنا قبله كان الكرسي فاضي تقريبا سبع سينيوس ولما جي كمان البابا كان في عصر صعب جدا لهو عصر الممليك وكمان حصلت كمان حاجة من داخل الكنيسة ان هم كانوا عاوزين يعيدوا القرعة مرة تانية وأول حاجة قام بيها البابا أسناسيوس الثالث كان على عاطقه ان هو يبتدي يعالج السمونية وزي ما قلنا الناس معنا كلمة السمونية هي الرسامة أو يعني بمقابل مادي ودي كانت حاجة برضو كمان متعبة ختا على عاطقه ونتمل مع أرزك البابا أسناسيوس كمان من ضمن المتعب اللي هي حصلت في عهده انه حصل انه المغول دخلوا دمشق الشام واحنا في هذه الفترة كان لنا رعية ابطية كبيرة جدا في الشام رعية ابطية في الشام نعم يعني احنا كان لنا كراسة أطفية خارج مصر كتير زي ما قلت من شوية قبل الفاصل كان لنا في أبرس وكان لنا في خمس مدن الغربية وكان لنا في ممالك النوبة وغيرها 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 يعني كان لنا أيضا رعاية ابطية ولها كنايس يعني التاريخ بيذكر لنا كان لنا كنيسة باسم السيدة العزراء في دمشق وكنيسة أخرى في حلب ومش كده وبس احنا لو رجعنا احنا لقتي من الكلف قرن الثلاتاشر لو رجعنا لقرن الثامن أيام الصورة البشمورية في عهد المأمون كانت ناتجتها أنه نفي كتير من الأقباط إلى العراق وهناك كان فيه جالية ابطية موجودة ويمكن عندنا إشارة من المؤرخ السورياني ابن العبري وده كان مؤرخ في القرن الثلاتاشر بيشير إلى وجود هذه الجالية اللي كانت موجودة في عصره في العراق يعني معنا كده أن احنا مناطق لبنان والسوريا والعراق كان لنا فيها كنايس ورعاية كبيرة لما دخلوا المغول دمشق في سنة 1259 تقريبا حصل نوع من الهياج الشعبي أو الصورة الشعبية أشار لها المقريز يعني في هذه الفترة اتحرقت كنيسة العضرة في دمشق بالتحديد سنة 1259 ميلادين ومن العجيب أنه أحد أولاد العسال كان هو الكاهن بتاعها اللي هو المؤتمن ابن العسال وحتى هو كتب في إحدى كتبه بيقول أنه أنا كنت واضع سلم وكلمة سلم برضو ده تعبير قديم عن القواميص الابطي العربي فبيقول لما حصل هذا الوضع اتحرق هذا الخموص ضمن كتبي ومكتبتي اللي كانت موجودة في هذه الفترة أبونا معليش هو الحريق المراضي بقى كان بفعل فاعل ولا مش مذكور هو بص يعني أشار لي المقريز وأشار لي المؤتمن قال يعني مصيبة ألمت بنحلاتي وأهلي ملاتي قال كده نحلاتي وأهلي ملاتي يعني بالأباط والمقريزي بيقول أنه العوام صاروا وحصل نوع من الهياج الشعبي وعلى أسره الكنيسة دي تحرقت بتاعة الأباط وإحنا عندين في التاريخ عندنا كذا كاهن كانوا بيقدموا الرعاية الإبطية في دمشق يعني من ضمنهم المؤتمن اللي احنا جبنا سيرته دلوقت الراهب غبريال اللي حبوا يعيدوا القرع بسببه اللي جاي من الشام اللي هو بعد كده بقى البابا غبريال رقم 77 أستكلمة رعاية برضو يا قد سابونا معناها كده أن فيه عدد عدد المكان مش قليل طبعا طبعا ومش كده وبس إحنا عنديننا لحد دلوقت في إحدى المخطوطات الموجودة في البطرياركية يمكن رقم 79 مقدسة رقم المخطوطة الباب اسمه باب مقدسة يعني تحتوي على نصوص من الأناجيب يعني بيذكر فيها اسم القص جرجس أبو الفضايل اللي كاهن كنيسة السيدة بن مشق اللي أوقف هذه المخطوطة ودي تاريخ خائمت بقى 1355 يعني بعد اللي احنا بنتكلم عنه بقرن من الزمان يعني معنى كده أن الكنيسة دي نستنتج أنها اتجددت واستمرت موجودة فيها خدمة الأقباط طبعا يعني نتيجة برضو بعض الظروف والأحداث الكنيسة دي كلها اندسرت وأصبحنا بنعيد بناء بعض الكنيسة الحديثة يمكن ابتدأنا من عصر البابا كريلوس السادس في الكويت وبعدين عصر البابا الشنودة في الإمارات والعراق صحيح واليبنان وأصبح لنا كنيسة دي الوقت كتير قبل عصر البابا أسنسس مباشرة يعني في عصر البابا كريلوس الثالث اللي احنا جبنا سيرته من شوية اللي هو بنلقلق أقام أول مطران ابطي على الأدس سنة 1235 وبعدين لما نقرأ يقولك أعطاه الولاية أيضا على كل بر الشام حتى الفراط كل نكتب في تقليده وكتب في التاريخ هذا الأمر معناها أن فيه الرعاية الابطية اللي كانت موجودة في هذه الفترة أزوحت تحت رعاية مطران الأدس لأنه أقرب لهم جوارفيا وصار هذا تقليدا في الكنيسة حتى احنا بدأنا اللقب مطران الأدس اسمه مطران الأدس والشرق الأدنى صحيح كلمة الشرق الأدنى دي اللي تحوي الخليج أو إن كان فيه كنايس قريبة في مناطق أسيا الأخرى كانت تتبع كرسي الأدس في هذه الفترة ولحد النهاردة كمان من ضمن أثار هذه الكنيس عندنا بعض المخطوطات اللي كانت موقوفة على كنيسة حلب الإبطية وكنيسة دمشق الإبطية لحد النهاردة مكتبة البطرياركية بتحتفظ بهذه المخطوطات اللي موقوفة عليه هذه الكنيسة كنيسة طبعا اندصرت لكن لسه أثارها موجود في الكتب اللي موقوفة عليها لحد النهاردة حريق كنيسة السيدة العزراء تعمل مشكلة للبابا أصناسه الثالث أنت قدسك بتقول إن الكنيسة تحرقت وكمان حصلت مشكلة للجالية أو الرعية اللي كانت موجودة في الوقت ده شوف خلينا نشبهها بما حدث قريبا من أحداث ربعة والإخوان ونتج عنها حرق كتير من الكنيسة هل البابا زعله أو لمزعلش؟ زعل طبعا والأقباط كلهم زعله أو لمزعلوش؟ ده رد فعله طبيعي لأنه كل أبطي بيبص إنه ده مش بيت ربنا وبس ده بت أبويا اللي أنا بروح ترمي في حضنه وارمي عليه مشاكلي ومتعبي وهو ده اللي هيوصني عن طريقه للسماء لأنه لا خلاص خارج الكنيسة فطبعا بيبقى فيه شيء من الحزن ولكن اللي بيعزينا أنه الاهتمام بالنفوس بيبقى أكتر من الاهتمام بالمباني والطوب والكلام ده كله وبعدين نرجع تاني نقول إنه ربنا بيدبر وعندنا بعد قرن من الزمان إشارة تاريخية أن الكنيسة اتعمرت واتجددت ورجعت تاني وكان عليها كاهن اسمه القصة جرجس أبو الفضائل أبونا يمكن قدسك لما بنتكلم عن التاريخ وبعض المسميات الغريبة وبعض المستلحات كمان أسماء الأشخاص قدسك بتقول من شوية المؤتمن أبو الفضائل وطبعا أكيد هاسمه أسامي كتيرة يمكن كمان الأسامي كمان غريبة في الحخبة دي ويا ترى إيه اللي غير بعد كده يعني هل الأسامي دي كانت مرتبطة لأنساب عائلات هل الأسامي دي مرتبطة بحدث معين لسلطان معين يعني الأسامي غريبة إحنا عندنا ابتداء من القرن الاثناشر وبالتحديد في عهد البابا غبريالي بن توريك ابتدنا أن احنا نعرب أمور كتيرة في تقوس الكنيسة مش بقول كتبنا باللغة العربية لا أول من كتب اللغة العربية بين الأقباط كان سعوريس بن المقاط مقفع في القرن العاشر صحيح لكن اللغة ما دخلناهاش إلى جواره القبطية في الكنيس إلى القرن الاثناشر فما بعد القرن الاثناشر ابتدنا كمان نعمل عملية تعريب تعريب يعني نحول من الإبت واليوناني إلى العربي ويمكن أنها ذكرت في أحد الحلقات أنه لما البابا غبريالي بن توريك سمح أن الرسائل تترجم إلى اللغة العربية أصبح عندنا في الكنيسة الإبتية منجليتين واحدة للعبادة يتقال عليه الرسائل ملحنة صحيح والتانية للشاهل الغرب للشعب ليه الترجمة والترجمة من غير لحن فدي تقاليد قديمة لما نيجي بقى في عصر البابا كالولوس الثالث والبابا أسانسوس الثالث اللي بنكلم عنه النهاردة نلاقي بقى الظهور عائلة كبيرة لها شأن كبير اللي هي عائلة أولاد العسال كان لهم دور كبير إلى جوار يعني مكانتهم المدنية والدينية أنهم قاموا بكتير من الترجمات في عهده يعني عائلة العسال دي البداية كانت بداية صعبة منهم أنهم رفضوا القرعة وعايزين يعملوا القرعة للمرة تانية بس يعني أعمالهم اللي هما ساوها بتثبت إخلاصهم للكنيسة وأنهم برضو كانوا على الوفاق مع الكنيسة ومع البابوات يعني ما شفناش أي عمل عدائي منهم تجاه الكنيسة يعني ده بالعكس ده واحد منهم من أولاد العسال وهو الصفي بن العسال اختير في عهد البابا كالولوس الثالث ابن لؤلؤ ليكون ساكرتير لجلسة المجمع المقدس اللي انعقدت في القلعة وهو الذي دون القوانين اللي وضعوها الأسقفة في هذا المجمع وبالتالي ده اداله خبرة في حتة القوانين فرح مجمع بقى كل قوانين الكنيسة وبوّبها وترك لنا كتاب ضخم جدا مازال موجود لحد النهاردة اسمه المجموع الصفوي ده واضح أن الكلام عن عائلة العسال هي بقى ليه باع طويل طبعا قبل ما نبدأ نتكلم عن عائلة العسال قدسا كنت بتقول لي أن البابا سنسوش الثالث رقم 76 لما طبقا للتقوص اللي بتتم في الأسكندرية أن البابا تجلس في كنيسة من الكنيسة تحت الإسكندرية ترسم وتجلس كنيسة ايه قدسا دي نقطة حلوة برضو هتلقي الدوق على كنيسة من الكنيسة اللي كانت لها شهرتها في الأسكندرية في هذا الوقت كان اسمها كنيسة السوتير 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 والسوتير كلمة ابطية معناها المخلص كنيسة اسمها كده اه يعني من الكنيسة القلائل جدا اللي بتتسمى باسم السيدة المسيح مباشرة كنيسة السوتير وإحنا حتى في تسبحة كيف نقول بين سوتيرا أغصوص صحيح بين سوتير يعني مخلصنا سوتير بس يعني المخلص والشيء بالشيء يذكر أن التاريخ يذكر أنه كانت في مدينة أخميم في صعيد مصر سهاج كنيسة أخرى كبيرة جدا كان اسمها السوتير وغالبا هي الكنيسة اللي استشهد فيها ليلة عيد الميلاد معظم شعب أخميم وهم مجتمعين لحضور عيد الميلاد في العصر الروماني يعني معنى كده أن كان فيه أكتر من كنيسة بهذا الاسم الكنيسة بالكت مشهورة وكت كبيرة جدا في اسكندرية كنيسة السوتير دي مين بناها دي كت من ضمن السبع كنيس اللي بناهم البابا سوفيلوس رقم الثلاثة وعشرين في القرن الرابع بالفلوس بتاع الكنز اللي لقاه يعني يمكن البعض يتذكر القصة دي أو إذا كاننا نحب نحكيها ما فيش مانع يعني طبعا نقول أنا وما جاءت سورة الكنزة عايزة عرف بصراحة أو أي قصة غريبة وعجيبة وعليها تساؤلات كتير ولكنها مذكورة في تاريخ البطاركة في سيرة البابا سوفيلوس ومذكورة أيضا في السنكسار بيقول أنه أثناء ما كان بينضف بعض الأكوام فلقى بلاطة والبلاطة دي عليها ثلاث حروف يونانية إبطية اللي هو حرف السيطة متكرر ثلاث مرات ثيطة يعني السي فجابوا البطارك وقالوله إحنا لقينا بلاطة ومكتوب عليها ثلاث سيطات تعال فصل لنا إيه الموضوع ده أنا أقول قصة غريبة يعني وعليها تساؤلات كتير يعني فجي البابا سوفيلوس وقال لهم ده كنز وجه أوان فتحه قالوله إزاي قال لازم الثلاث سيطات يجتمعوا في عصر واحد عشان يجي وقته لأن الكنز ده من أيام الاسكندر المقدوني ياه من قبل الميلاد طبعا حكاية إنه هو يجي الثلاث سيطات وعصره دي يعني دي بقى عليها تساؤلات يعني أنا بس هحكي التاريخ كواقع ورد في الكتب يعني فقالوله طيب شرح لنا قال لهم السيطة الأولى من ثيوس يعني الله السيطة الثانية ثيودوسيوس الإمبراطور اللي كان وقتها معروفة اللي كان وقتها معاصر الربابا سوفيلوس الثيطة الثالثة معروفة هو البطرق سوفيلوس فاجتمعوا الثلاث سيطات في عصر واحد فجيها أوان فتحه الكنز فبلغ الامبراطور الامبراطور ادي له جزء منه بنا به سبع كنائس اسكندرية لكن محتوى الكنز ده كان إيه أود سابون أنا معديتوش بسرعة ده الفضول بس أكيد طبعا كان فيه مجوهرات وده كنز ملك كبير زي الاسكندر المخدوني فواضح أنه هو حاجة يعني ملوكية حاجة عليها القيمة لأنه جزء بس يبني منه سبع كنيس فواضح أنه كانت القيمة بتاعته كبيرة يعني أبونا كنيسة المخلص دي مكانها فين وما زالت موجودة ولا انداصرت الكنيسة دي انداصرت يعني احنا عندنا بعض أخبار في التاريخ بتشير لهذه الكنيسة من ضمن كناسة عديدة جدا كانت موجودة في اسكندرية وانا امكان اشارت الكنيسة عندي بحث لسه يطلع ان شاء الله النور عن عشرات الكنيسة اللي كانت موجودة في اسكندرية فممكن نقول مقتطفات صغيرة اتبان في القرن الرابع في عهد البابا السوفيلس بعد ربعمائة سنة في القرن الثامن جددها البابا مرقص الجديد رقم تسعة واربعين وبالتحديد كان سنة تمنمية ميلادية بعدها باربعتاشر سنة حرقوها مجموعة اسموهم الترباط كده في اسكندرية بينهم وبين مجموعة تانية اسموهم اللخميين فحصل على اسر هذه الترباط ان اتحرقت الكنيسة اللي هي جددها البابا مرقص. الكنيسة الوحدة ولا السبعة؟ لا الكنيسة دي الوحدة انا بركز على الكلام على الكنيسة السوتير فاعاد اعاد ترممها واعادت بنائها مع التوسيع عشان كده كده الكنيسة كبيرة جدا عشان بعد كده حصل انه كانوا يرسموا فيها البطارك ده مش كده وبس احنا عندنا كمان واحد زي بول مكارم وفي تاريخ البطاركة برضو المعلومة دي موجودة ان كانت زفة الزيتونة تخرج من كنيسة ابي سرجة وتختارق الساحات والاسواق والشوارع وتنتهي في كنيسة السوتير على الشابونة اي كلام قديم كله امشين بسرعة يعني ايه زفة الزيتونة الزيتونة هنا يقصدوا بيها الدورة بتاعت الشعانين اللي كان بتتعامل في عشية وطبعا حسب يعني الاوضاع القديمة كان الاقباط بيحتفلوا احتفالات شعبية في الشوارع بهذه الاعيات طبعا منعوها بعد كده بعض الولاية قدسك بتقول من مصر القديمة لا مش من مصر القديمة كان هناك كنيسة من ضمن كنيسة اسكندرية اسمها ابو سرجة وكان هناك كنيسة اسمها المعلقة زي ما كان في مصر كان في اسكندرية والتاريخ بقى بيذكره هناك فكانت تخرج من كنيسة ابو سرجة زافة الزيتونة وصوصا كلام ده مكتوب فيه تاريخ البابا خرستوزولو 66 قرن الـ 11 وبعدين حتى بيقولوا ان احد من الولاية مناحها لمدة 25 سنة ولما رجعوها الناس عملوا بفرحة كبيرة جدا وكانت شوارع اسكندرية دي كلها يعني تزدهر بالورد وبالزعف وبأشجار الزيتون لان الزفة دي كانت يواضح انها زفة شعبية دينية تقصية فكانت لها بهجتها يعني صحيح وكانت تنتهي الى كنيسة السوتير كل انها تنتهي في كنيسة السوتير ونلاقي ان في البطر جدا ترسم فيها والبابا اللي قابله اللي هو كريولوس التالي ترسم فيها ده وضع مميز من ضمن الكنيس حتى انه يعني احد اولاد العسال عمل كتاب اسمه اصول الدين ومسموع محصول اليقين الكتب كلها كانت عناوينها بالسجع بالشكل كنت لست هاسأل يا ابونا فعلا الكتب القديمة كلها على هذا الوزن الضر الفريد في تفسير العهد الجديد كله كده خريفة نفسها في تاريخ الكنيسة يعني كل العناوين كده هي دي كمان ليهها بداية اتصابة بدايتها كانت في الترجمات اللي عملوها اولاد العسال وحطوا عناوين الكتب لها قوافي اصبح لها سجع بهذا الشكل وده درج عليه بقى معظم الكتب الأقباط قال له اولاد العسال وفضل الموضوع ده الحاد اوائل القرن العشرين ان معظم الكتب الابطية ان هي تكون عناوينها بهذا الشكل على فكرة يا ابونا يمكن العنوان الكتاب بيبقى رنان كده في اذن اللي بيسمعه هنقف عن الحتة دي يا اوتسابونا وبرضو عايز اسأل على كنيسة المخلص او السوتير اوتساك بتكلم عليها بتقول ده مقر اللي هتجلس فيه البابا وقبل كده واضح ان الكنيسة دي كانت كنيسة كبيرة وكنيسة عريقة طبعا تقريبا الكنيسة كان مكانها فين اوتسابونا في اسكندرية طب قبل ما اقول مكانها اقول بس اولاد العسال قاله ايه اكلموا عن رسامة البطاركة فذكروا انه يتم تجليس ورسامة وكنيسة السوتير في عصره دي برضو معلومة تاريخية مهمة بتثبت وجود هذه الكنيسة في هذا العصر حسب بقى نقول واحد زي المؤرر جيرجس في لوساوس عوض حدد مكانها في منطقة باب سدرة باب سدرة دي منطقة موجودة في اسكندرية لحد دلوقت عندنا كمان للاستزادة يعني ما زال عندنا شارع مشهور في منطقة الأزاريطة اسمه شارع سوتر سوتر واخد من البحر لحد ناحية الشلالات ناحية منطقة الأزاريطة وما زال الاسم سوتر ده موجود مزال الموجود لحد النهاردة فهل هنا بقى التساؤل هل سوتر جاية من سوتير عشان خاطر كانت الكنيسة قريبة من هذا المكان هنا علامة استفهام من قدرش نقول اه او لا لان احنا ما عندناش يعني دليل اسري في حفريات يقول كن لكن حسب كلام الجيرجيس للساوز عوض بيقول انه كانت في منطقة باب صدر برضو اشير ايضا كان ناحية تاريخية ان احد الملوك الاغريق كان لقبه سوتر فهل هي منسوبة للسوتير الشارع منسوب للسوتير كنيسة ولا السوتر هذا الملك برضو هنا نحط علامة استفهام فدي كانت مكانة اخر خبر بقى عشان خاطر يعني نقول اه ورد امتى في عهد الممليك اللي هي الوقاعة اللي حصل فيها هدم كتير او من الكنيس في تسعة ربيع التاني سنة 721 هجرية الموافق تمانية ماوي 1321 ملدي وذكر هنال مقريزي وذكر يعني كتير او من الكنيس اتهدمت فقال ان فيه اربع كنيس من الكنيس بتاع اسكندرية اتهدموا ضمن عشرات الكنيس وحدت في اسكندرية فكانت دي احدى الكنيس التي هدمت في هذه الفترة فترة الممليك دي احد الكنيس واهم الكنيس كمان ومن اهمها طبعا احنا لما جينا لحد اواخر القرن التسعة عشر كان من ضمن عشرات الكنيس اللي كانت موجودة في اسكندرية فضلت كنيسة المرؤوسية بس فقط لغير وعشان كنا نلاحظ ان الكنيس اللي موجودة حاليا في اسكندرية كلها حديثة ضفين انا شخصيا حصرت ما يقرب من 72 كنيسة مندسرة في اسكندرية واليوم طواريخ زي ما انا بحكي تاريخ السوتير كده كل كنيسة لها تاريخ ابونا انا ملاحظ من بدري بصراحة ملاحظة جديدة شوية قدسك كل شوية عاوز تتكلم عن اولاد العستال اولا قدسك ايه الارتباط الشديد بهذه العائلة اللي قدسك يعني على مدار ساعة ذكرت الاسم مرات كتيرة وكمان هم النازلة قدموا ايه للكنيسة معاني قدسك قلت في البداية ان هم كانوا معترضين على موضوع القرع ايه اسم اولاد العستال بس من اشهر العائلات الابطية اللي جات في التاريخ خصوصا في القرنين الاثناشر والتلاتاشر هم عائلة اولاد العستال الحاجة التانية خدموا الكنيسة والدولة خدمات كتيرة جدا يعني ممكن نتكلم بالتفاصيل بس اشير الاول للعنوين يعني لهم لحد النهاردة الترجمات او كتب وضعوها لذات الكنيسة بتستخدمها وبتستفاد منها بالنسبة لي انا شخصيا يعني انا من ضمن الاماك اللي بدرس فيها مركز مسيحي الشرق الاوسط فبنعطيهم مادة عن تراث الكنيسة في عهد اولاد العسال دي مادة مادة كاملة مادة كاملة بندرسها وخصوصا بقى نمسك بقى كل واحد من اولاد العسال اسمه ايه حياته ايه ايه اللي وضعه ايه اللي عمله ايه حياته خدم بايه الوطن وخدم بايه الكنيسة انا بعيد الكلام تاني يا ابونا انا بقول مادة مادة هل هذه العائلة يكون لها مادة ووقت كبير تدرس بهذا الشكل واكتر من كده كمان يعني حتى في حاجات احنا نعرفها كشزارات لكن في حاجات هما ما كتباش عن انفسهم يعني استعننا مثلا ببعض الناس المؤرخين العرب او بعض اشارات في بعض المخطوطات او بعض حاجات زي كده لدرجة مثلا عندنا واحد من الشعر المسلمين نحط فيهم شعر اه ووضح من الشعر انه كانوا بيخدوه معهم الاديورة يعني هم رايحين يزوروا الاديورة سواء وفاء النازر او الصلاة او حاجات زي كده كانوا بيخدوه معهم يعني لو تحب حضريك مثلا اقولك الشعر ده ورد فين ونقول نص من فضلك يا ابونا هو ورد في كتاب لابن فضل الله العمري اسمه مسالك الابصار في ممالك الامصار برضه هتلاقي السجل يعني فيه تأثير في الحتة دي كده ابدا كان اتنشر في مصر في سنة 1940 تقريبا يعني فلقينا انه شاعر كان اسمه صراج الدين الورق الورق ده معروف للبحثين يعني قال ايه قال كده وقد يروقق لفظي الحل ولا سيما اذا لقيت بني العسالة مداحة القوم جادوا ولم اسأل وهم منحوا وما غشيتهم والله ممتاحة الحتة دي مهمة لانه بيقول ايه جادوا يعني معنى كده انه هما الدولوا هدايا وحاجة زي كده وقال ايه هما انا ما سألتش يعني هما لدوني بيدلل على سرقهم وكرمهم وبعدين هما غشيتهم والله ممتاحة يعني ما ما ساحت لهم شجوخ يعني ما ما قلتش حاجة عشان استاهل عليها صاحبتهم نحو دير البغل مطلبنا هقول دير البغل زي بس بحاول اترجم الاوبة كده اسأل قدسك صاحبتهم نحو دير البغل مطلبنا صاحباء جرت بتوق الليل فنزاحة ابا المفضل ابا المفضل ده ابو ولاد العسال ابا المفضل لم ابلغ مداك ولو طارحته في مذهب الشعر الترماحة ترماحة اه يعني ما لا نهاية مهما قلت فيك فابو المفضل ده مش هو فيك ابدا يعني كرمك ولا زوءك ولا محبتك ده مين اللي بيقول الكلام ده صراج الدين الوراق اللي كان موجود في هذا الوقت عايز اقولك بقى ابو الفضل ده ابن مين ابن مين عشان النسب ده مهم اه بس يا ابونا يعني انا تعبت من كتر التشويق يعني العيلة والتركيبتها وعددهم ايه ويريد بالتفصيل يا ابونا حاضر هو نسبهم يعني بينتهي فوق خالص بلقب اولاد العسال او بني العسال ويبدو ان الجد الاكبر ليهم يا اما كان شغال في تجارة العسل او انه كان فيه يعني نسباتا لحاجة تانية احنا ما نعرفهاش فده يعني احنا بنحاول نكتهد اه وبعدين جدهم الكبير كان اسمه ابو البشر يوحنة وابو البشر يوحنة ده ولد او خلف ابن سماه ابا سهل جرجس وابا سهل جرجس خلف ولد سماه ابا سحاء ابراهيم وابا سحاء ابراهيم خلف فخر الدولة ابو الفضائل اللي هو بقى خلف لنا اولاده الاربع اللي احنا بنقول عليهم اولاد العسال هو الاسماء يا اوتسابونا بيبقى اسم واحد بس اصلا شايف ان الاسم هنا مركب اه شوف الدولة الايوبية اللي هم اشتغلوا فيه تحت الظلها وجدهم الكبير اللي اشتغل فيه اواخر الدولة الفاطمية كانت الدولة بتخلع عليهم الالقاب يعني مثلا هو اسمه ابو الفضائل لكن احنا اسمه في الكامل الرسمي فخر الدولة فخر الدولة ده ده لقب من الالقاب الدولة خلعوا عليه فلازم يقولوا مع اسمه زي ما نقول في عاصلان الحالي فلان باشا في عاصلما ذكر الاسم بيذكر هذا الموضوع يعني وتلاحظ مثلا ان اولاده كل واحد مثلا سواء المؤتمن او الاسعد او الصافي او الامجد كل واحد برضو اسمه له القاب ندي امثلة الشيخ الفاضل مؤتمن الدولة ابو سحاء ابن العسال لا معلش شابونا تاني معلش تاني تاني بشويس حاضر الشيخ الفاضل مؤتمن الدولة ابو سحاء ابن العسال هو اسمه المؤتمن يعني حتى انا ما باجي ادي المادة دي واشرح حشان ما توشن الدارسين معايا في الاسماء الكتيرة دي اقول لهم الشيخ الفاضل ده لقب لانه شيخ كبير وانحان كان يقوله الشيخ المؤتمن على اساس انه هو كان كاهن في درجة الامصية فكان يقوله الشيخ المؤتمن واسمه المؤتمن اسمه الشخصي وكان مشهور باسم ابو سحاء وعلته وعلته العسال فطلع هذا اللقب الشيخ الفاضل مؤتمن الدولة ابو سحاء ابن العسال اختصارا عشان ما ندش الناس معانا هنقول عليه المؤتمن التاني الاسعد لقبه الشيخ الحكيم الاسعد ابو الفرج هي بطلة ابن العسال هنلاقي انه فيه ألقاب مخلوع عليه من الدولة او خلعها لدولة يعني منعيم عليه الدولة وفيه كنيته اللي مشهور بها بين الناس وفيه اسم العيلة واسمه الشخصي خالينا بالاسعد الاسعد الصفي الشيخ الفاضل الصفي ابو الفضايل ماجد ابن العسال هنقول الصفي الصفي الاخير الامجد الامجد كان اسمه الشيخ الفاضل الامجد ابن العسال هتقول لي ده ما عندهش ألقاب كتير يا ليه ده ما كانش من ضمن الكتاب اللي تركوا لينا كتب لكن هو كان كاتب في الدولة وكان ماسك دوان دوان الجيش يعني زي وزير اه نقدر نقول يعني بربط يعني الوزارة الحالية يعني وتعين الامجد ده كان ليه قصة طريفة اوه اامجد ده الاصغر اصغر اصغر واحد من الاربع اه اه اتعين في عهد الملك الناصر من دول ده من الممليك يعني بيقولوا انه كان يوم الجمعة واراد السلطان او الملك انه يكتب بعض رسائل فقال هاتوا حد من الدوان من الكتبة فقالوا له ما فيش حد النهاردة قالوا ليه قالوا النهاردة الجمعة وكلهم اجازة فاصدر قرار انه يعين كاتب من الاقباط ليكون موجودا يوم الجمعة وياخد اجازته الحد عشان يبقى كل ايام الاسبوع فعشان كده عينوا بعد كده كاتب للدرج اسماء وظايف عشان كده شباب بقول لحضرتك الاسماء والالقاب دي بتدلين على العصر نفسه اللي كانت موجودة فيه فبنعرف الوثيقة او المخطوطة دي من امتى لكن هو ما كانش من الناس اللي ترجموا او الناس كتبوا كتب زي اخواته لا هو بس كان جاب الراهب غبريال اللي احنا قلنا عليه اصبح البابا غبريال فيما بعد وده كان مقيم عنده في البيت ينسق له الكتب ويعلم ابنه العلوم الروحية واللهوتية وكده وده السبب انه هو كان مؤيد لحتة اعادة القرى عشان يدخله ربما يكون البطرق وصال البطرق رقم 77 ابونا هنعيد تاني لأسامي الفردية بس الاب والاربع اولاد بالترتيب ونعرف بعد كده هم قدموا ايه للكنيسة او ايه الدور اللي قدموا الاب هو ابو المفضل ابو المفضل اولاده بقى طبعا احنا ما نعرفش الترتيب بالزبط يعني اما نقول بس الامجد الصغير ده اللي تأكدنا منه لانه احنا محدش كتب عن سيرتهم تفصيلية لكن انتاجهم العلم بيدل عليه الاولاد المؤتمن الاسعد الصفي الامجد كده سهلنا الموضوع خالص صحيح نقولهم تاني اابو المفضل ده الاب الاولاد المؤتمن الاسعد الصفي الامجد الامجد كده اصبح كده سهلين بالنسبة لما سمعنا صحيح وعصرنا الحالي قدموا ايه بقى يا ابونا للكنيسة اه ويعني انا شايف اوتسك يعني جواك معلومات كتيرة وواضح ان هما يكفي ان اوتسك بتقول ان فيه حاجة بتدرس لحد الآن انا بتكلم على 1250 ويعني حاجة عاشت 800 سنة او 700 وشوية لحد النهار درس ده واضح ان هما يعني ماهرين جدا في الكتابات او في سن القوانين او ما شابه ذلك احنا بصراحة يعني مقصرين شوية من ناحية التاريخ في كنساتنا ان احنا نلقي يعني كتير بيعتبر انه التاريخ الابطي هو تاريخ البطاركة انا يعني ليها نظرة تانية غير لك كده تاريخ البطاركة هو جزء من تاريخ الاقباط لكن العائلات الشخصيات الناس اللي اصروا يعني زي ما اتكلمنا قبل كده في حلقة عن المهندس سعيد ابن كاتب الفرغاني صحيح هو بس لباطمة انت وشغل مهندس واحد في التاريخ صحيح عندنا كتير او فهنا لازم ان احنا نلقي الدوق في معاهدنا اللاهوتية وكلريكياتنا والمعاهد المتخصصة على هذه الشخصيات الابطية عشان حتى الشباب يعتز بكنيسته ويعتز بوطنه يعتز انه انجب حاجات كتيرة في التاريخ بدل ما كل قراءتنا برعا حاجات يدهن لأجانب او مترجمة او يدهن لمن بره فما نشعرش بقوميتنا حلو وده ادسابون اللي انت بتوصله دايما يعني لما تكلمنا عن تاريخ البطاركة بس ادساك حاولت توصلنا ان كل واحد كان مسيحي حقيقي في مكانه سواء انه شخص عادي ومش متعلم او مهندس او مجرد حد بسيط او وزير او كاتب يعني في الآخر كل وقت بيبقى فيه ازدهار للمسيحية يعني الموضوع مش ناس لها اسامي رنانة يمكن وقتها الناس دي ما خديتش حقها وكان المفروض ان احنا نلقي الدوق بسخاء اكتر ونعرف يعني ادساك لما تكلمنا المرة اللي فات عن المهندس سعيد بلكاتب الفراغاني احنا بنسمع الاول مرة ان كان فيه ناس كتيرة ما كانتش تعرف مياسين اللي بيستخدمه ازاي عشان نعرف الكاتب نفسه يعني عشان كده بقول يا ريتنا احنا واحنا بندرس التاريخ والكلام طبعا بوجهه النفسي قبل ما وجهه لأي حد يعني بيدرس التاريخ ان احنا نلقي الدوق دايما على الشخصيات دي انا على الاقل اللي بعمل كده يعني في المعاهدة اللي انا بيدرس فيها اما اجي اجي بسرط البطرك او سرط الدولة اللي ظهر فيها البطرك اقول كان فيه عندنا من الشخصيات فلان في الفلك صحيح فلان في العلوم فلان كان كاتب فيه الولاء وزيارتهم للأديورة والأديورة كان ايه وضعها في الاحوال دي نقوم نلم بتاريخ القباط عماته صحيح طيب نجاوب بقى للسؤال لحضرك هما قدموا ايه تعالنا ناخد واحد زي المؤتمن والمؤتمن ده ابتدى انه يبقى كاتب دوان في دمشق وصحب الايوبيين الى دمشق وده اللي عنده خبرة بقى كبيرة جدا فيه احوال الشام واخوال دمشق مما اهله فيما بعد انه يترسم كاهن على الرعية الابطية اللي موجودة في دمشق وعشان كده عارفنا منين الكلام ده قال انه لما تحرقت الكنيسة اللي في دمشق اللي احنا جابنا سريتها من شوية قال القموس الابطي اللي انا عملته ضع وتحرق من ضمن الحاجات دي كانش لسه نسخه اه كم نسخ عشان ينتشر مشيش مطابع بس كان ينسخه نسخ كتيرة وكده لكن الراجل ده كان برغم من الحادثة اللي حصلت له دي وضيعت مكتبته وما كلهما كان عندهم مكتبات حلوة لكن ده ما اصرش فيه همته ولا عزمته لانه قام بتجميع القموس مرة تانية ابونا بس نعفى من الحتة دي قدسك بتقول قموس يعني واحد وصل من العلم انه يعمل قموس بزرط او زي ما قدسك قلت سلم ايو كان يطلق على القموس في هذه الفترة السلم وعندنا اللي وضعه السلالم في اللغة الابطية قليلين اول كان احدهم المؤتمن وسماه حتى برضو باسم فيه سجع قال السلم المقفى والزهب المصفى الله سماه كده ده مش كده وبس ده كمان يعني قبل ما يقول للناس نسخه او نعمل منه نسخ رح عرضه على قامة كبيرة علمية في هذه الفترة وهو ابن الدهيري اللي ترسم مطران فيما بعد على دمياط وكان اسمه السقة ابن الدهيري وترسم مطران باسم خريستو زولو ابن الدهيري شخصية معروفة يعني وليه مقدمة في اللغة الابطية فهو فهم الحاجات دي وقال له يعني اكتب لي حاجة عنه فالراجل بص فيه وبدأ انه هو يعمله زي دراسة نقدية قال له ايه بقى في الدراسة النقدية دي قال له كلام حلو بصراحة ونقده من غير ما يعني يجمله قال له اما بعد ده المقدمة بتاعت يعني فانه لما وقفني الشيخ الرئيس الفاضل القديس الأوحد الأكمل العالم العامل الناسك العابد المؤتمن واسحاء طبع الألقاب دي كلها بفخم فيها يعني انت قدسك بدأت الامة بعد ده نوريك العصر ده كالطريقة الكتابة في ازاي وبعدين يعني لازم يدي له حقه برضو كالراجل العالم وعابد يعني كل اللقب من دول هو فعلا يعني يقول لي مثلا الناسك العابد ده كان بيشير لفترة هو كان اترسم فيها كانون كان زوجته توفت فاتجه للنسك فهو بيوصفه فعلا يعني العامل الناسك العابد المؤتمن أبو اسحاء بن الشيخ الرئيس فقر الدولة أبو الفضل بن العسال أدام الله فضله وسعده وده احنا كتب في حياته فبيدعي له أوقفني على الكتاب الذي صنفه ورسمه باسم السلم المقفى والزهب المصفى يعني سماه بالاسم اللي فيه سجادة فرأيت اهتمامه اهتماما عاليا لأنه جمع المحاسن المتفرق وألف الفرائد المتمزق الله ودون القواعد غير المسترقة وتقدم إلي بنقل المقدمة التي وضعها القليوبي ووسمها بالكفاية كان فيه واحد اسم الوجيه القليوبي عمل مقدمة في اللغة الإبطية فهو طلع عليها برضو فبيشير ليها عشان برضو القرأ يبقى معنا في النص اللي احنا بنقول ورانت له بها نعم العناية فلما تصفحتها وجدته قد أخلى فيها بأشياء كثيرة هنا بقى بنقوده نقد علمي سليم مدح في شخصه صحيح لكن علومك بقى تحتاج بقى أنت مدام حكمتني هقولك الصحة بقى فيها إخلال وجدته قد أخلى فيها بأشياء كثيرة وأورد أشياء حجته في إرادها قصيرة يعني لما سألوا أنت أوردت الحاجات دي ليه الحجة بتاعته قد قصيرة أو ضعيفة ما ضعيفة ما أقنعتنيش بس هو محافظ هنا على السجع في العبارات صحيح ملاحظ حضرت وبعدين يبدأ يقول له بقى أثر في إيه مثل علائم المعارف والنكرات في المذكر والمؤنس وجمعها واقتصر على علامة واحدة تأتي في أول الإسم المجموع وفتح في ذلك أشياء مستنكرة أقمت عليها أدل عقلية وأسنتها إلى أمور النقلية من الكتب المقدسة الشرعية ولما عرفته خلالها وأوضحت له علالها وقفني على مقدمة صنفها الشيخ الرئيس الفاضى لعالم الرئيسة ابن كاتب قيصر رحمه الله قال له لا ده أنا فيه واحد اتعلمت منه قبل كده اللي هو ابن كاتب قيصر ده على فاكرة ابن كاتب قيصر ده مشهور عند الأباط أنه ليه كتاب في تفسير سفر الرؤية معروفه بالطبع لحد الوقت لكن ليه حاجة تانية في اللغة استند عليها ابن العسال وكأنهما قد جعل المقدمة السمنودية لعمدتها وعلى الجملة ما اتطفق عليه وانفرض به كل واحد منهما عن صاحبي وبعد ذلك نأتي بما استقريناه وقررناه وبالله نعتصم في جميع ما أوليناه وأنشأناه دي بس المقدمة اللي في أول صفحة اللي بدأ أنه يرجع له بيها هذا السلم المقفى والزهب المصفى أبونا عالم بيكلم عالم برابو صبت يعني هذه المقدمة أو هذا الخطاب محتاج أنه يدرس أولا ده من وجهة نظري باللغة العربية لدسامة وعمق وتعبير ورسم هذا الكلام بهذا الشكل يعني بيختار إزاي الجمل لكلام باللغة العربية ده يقول لك على المعرفة الثقافية الكبيرة اللي كانت عنده وكده يبقى إحنا لنا حق أن إحنا ندرس أولاد العسال كمادة مستقلة صحيح ده إحنا لحد دلوقتي كمان أشير للحتة دي بقى عشان نعايز الشباب للأقباط يغضوا بلهم منها وحد كده يشتغل عليها لازالت لحد النوردة في المخطوطات بعض رسائل كتبها المؤتمن لم تنشر ولأنه في فترة من الفترات لما جه مصر بعد مساب دمشق كان بيكتب الرسائل الموجهة من البابا كيرلوس التالت إلى الأسقفة وإلى الكهنة وإلى الرعية حتى في بعض المخطوطات عنوانها كده يقول لك من كتب الأخ المؤتمن عن الأب البطريار كأن بيكتب رولوس إلى الأسقفة بالواجه الإبلي بالديارة المصرية ما زال في المخطوطات الشباب بتاعنا الحلو بقى جميل اللي عايزينه بقى يخرج الكنوس دي يجيب حسب بقى في الرسائل دي اللي يعمل عنها رسالة اللي يعمل عنها بحث اللي يخرجها لنا في كتاب اللي يعمل لها دراسة نقدية وطبعا كل العلماء في الكنيسة والناس البحثين هيسعدوهم بدلا ما احنا يعني بنجروا احنا ما راح جات بتبقى صغيرة او تفهة او لا تسري خلينا نتعلم منه العلماء دول وشوف عصرهم اللي ما كانش فيه وسائل يعني إلكترونية زي عصرنا ده عملوا ايه وحفروا في الصخر نتعلم منه ابونا هو احنا اللي حاب يعمل بحث هيعمل بحث عن كتاب انا من وجهة نظري هيعمل بحث في المقدمة بس يعني المقدمة بس محتاجة بحث في الطريقة ويعني لم يبقى حد غير مسيح وضليح في اللغة العربية وكمان بعمل قموس كمان للغة القبطية من هو هذا العالم صاحب الفكر وصاحب المعرفة والاستنارة الغريبة دي انا عايز اقولك انه السلم المقفة ده نشر واحد من الاجانب اسمه اساناسيوس كيرشر في قرن السبعتاشر كان في بدايات الطباعة ونشره في اوروبا فياريت برضو لو حد برضو اهتم انه يعيد نشره مرة تانية هدي حاجة منسوبة لواحد منهم اولاد العسال ده غير بقى اللي كنته بتانية كتير ابونا هو القموس كان من اللغة العربية للغة الابتية ابتي عربي لانه لقى ان اللغة الابتية خلاص ابتدت انها تندسر وبدأت اللغة العربية في الكلام والحديث تحل محلها فقال لا احنا نحفظ بقى الفاظ اللغة الابتية من خلال هذا السلم ومش هو بس في بعض العلماء الاخرين ايضا اللي عملوا برضو سواء مقدمة زي اقول اسعد في الابتي او عملوا سلم زي بعض الناس اللي هو اشار ليه محتوى المقدمة يمكن انا يعني حسن ان اوقفت كده ومش قادر اتحرك من بعض المقدمة لما يدي له حقه في اسمه ويدي له حقه في صفاته ويدي له حقه في علمه ويمدحه وبعدين يوجه منه باسلوب شاير جدا ومهزب هو هنا بقى عايزين نتعلم كمان منهم الاسلوب الراقي حتى لو اختلفنا صحيح البعض ما يقعد ينطح بالالفاظ السيئة صح بيعبر عن المستوى الروحي هابط منخفض ومستوى ايضا يعني تعليمي منخفض صحيح لانه اللي بتفرغ منه الحجة العلمية تلاقيه رد باسلوب غير مهزف صحيح اتسابونة عندنا اخوه واحد تاني احنا منقول الاربعة طبعا اتسابونة بس يعني الفة نظر اتسا كان احنا بنقول للناس ونفهمهم احنا بنتكلم عن كشور ايوه حاجات لا تذكر من واضح ان العيلة دي عيلة سرية سرية بالمعرفة والاستقافة يعني احنا عشان نقول كل اولاد العسالي بعزين منهج سنوي زمانة بعمله انا بس يعني كل واحد اولاد العسال اقول حاجة تميز بيها حاجة واحد معه القاءة ضوء عليه يعني في عجالة يعني عشان كل ده كانوا في عهد البابا اساناسيوس التالت رقم 76 اللي احنا بنتكلم عنه وطبعا عصره اللي قابله وعصره نهايات الدولة الايوبين مهم الاخ التاني وهو الاسعد مهم احنا نقوله بس اسمه واحدة هما عشان نقول الله خب كله عشان بنتوش اه الاسعد يقولك ربما يكون هو الاخ الاخبر لكن ما عندناش دليل يقوله على كده يعني اه اللي يميزه انه عنده لحد النهاردة بخط ومخطوطات اه لمؤلفات يحن الدمشق يحن الدمشق ده كان بطرك على الروم هو هو بطرك خلقي دوني في نظرهم طبعا بيعتبروه قديس لكن في نظر الكناسي الشرقية بتاعتنا هو خلقي دوني لكن عنده انتاج حلو فليه ما ناخدش من الانتاج الحلو بتاعه بلاش الحاجات اللي هي ان نختلف معه في العقيدة واخد الجانب الحلو فعنده حاجات زي كده وبعدين عمل من اعظم اعماله بقى عمل ترجمة للعهد الجديد الاربع نجيل رجع فيها الى النص الرومي اللي هو اليوناني القديم الرومي حتى احنا في الكنيسة ما يكون عندنا نص يوناني قديم نقول عليه لا احنا رومي نقوليش دعو بالرومي اللي بيتاكل يعني ولا تجبنا الرومي ورجع فيه للنص الرومي والنص السورياني والنص الابطي وترجمه الى اللغة العربية وهي من احسن وافضل الترجمات التي ظهرت في اللغة العربية للعهد الجديد ممكن استاذ القدسك بس نخلي الكلام عن الاسعد اللي واضح انه هيخلينا في حالة سعادة او اشتياق ان احنا نعرف كل التفاصيل وكل المعلومات عنه عن فرد من افراد العائلة الجميلة اولاد العسال هستاذ القدسك بس نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل اعزائنا مشاهدين هنستأذنكم نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكوا معانا محدش يروح في اي مكان احنا بنعرف حاجة وبنشم ريحة طيبة عن التاريخ مش تاريخ بس تاريخ البطاركة ولكن تاريخ المسيحيين تاريخ الكنيسة القبطية الارثلوكسية خليكوا معانا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض اشتركوا في القناة